لم يبلأ الفراغ بعد داخل البرلمان العراقي فكرسي الرئاسة لا يزال شاغرا بعد أن هجره رئيس البرلمان السابق بقرار من المحكمة الدستورية الحوارة بين الكتل السياسية التي كانت تشوبها مواقف متشددة خصوصا للقوى السياسية السنية المعنية باختيار رئيس البرلمان تبدو شبه منقطعة فالبوادر تشير أن لا حراك جدي لحسم هذا الأمر اختيار رئيس البرلمان هي مهمة اتلاف إدارة الدولة وتقع بشكل مباشر على القوى السنية وعلى قوى الإطار التي تشكل دعام الكتلة الأكبر في داخل البرلمان العراقي على الطرف الآخر لم تفلح محاولات القوى السياسية الشيعية بالضغط على خصومهم في إيجاد حل لمشكلة رئاسة البرلمان وباتت هي الأخرى تنتظر ما ستأول إليه الأمور المهلة التي أعطاها الإطار التنسيقي للمكون السني لحسم هذا الأمر أيضا ضربة عرض الحائط أكثر من مهلة ولكن يبدو أن الصراعات والانقسامات هي أقوى حتى من القوى السياسية أقوى من الإطار وسط ذلك ينتظر الجميع حسم ملف رئاسة البرلمان وذهب إلى عبور تلك الأزمة دون عواقب سياسية أو أمنية لا مسار واضح لاتخاذ قرار بتنصيب رئيس جديد للبرلمان هكذا تشير القراءات في البشهر السياسي العراقي فخلو كرسي رئاسة البرلمان لأكثر من سبعة أشهر أمر قد يخل بتوازن المعادلة السياسية في البلاد التي دائبت عليه الأحزاب السياسية في العراق منذ عام 2003 محمد فاضل ألغت بغداد ترجمة نانسي قنقر